أهلا بكم من جديد ونبدأ الجولة من الأخيرة الانتباهة ومنها نقرأ للكاتب أحمد يوسف التايم من زاويته نبضل الوطن والتي جاءت اليوم بعنوان الحلو حلو حلو داقته كل الأحزاب ابتدأ زاويته والناظر إلى الإعلان السياسي الذي تم التوقيع عليه بين الحركة الشعبية شمال بقيارة عبدالعزيز الحلو والحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية يدرك بوضوح تام أن مشروع الحركة الشعبية ظل ثابتا في كل الاتفاقيات التي وقعها مع القوى السياسية في السودان من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار فقد كان الثابت في كل الاتفاقيات هو مشروع الحلو السياسي والمتغير هو الأحزاب اليمينية واليسارية التي وقعت معه والسؤال المهم هنا ما هو مشروع الحلو الذي بارزت ملامحه وعناوينه الرئيسة في كل تلك الاتفاقيات التي أبرمها مع كل من المؤتمر الشعبي بزعمة الترابي والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل برأسة المرغني والحزب الشيوعي السوداني بقيادة الخطيب وحزب الأمة القومي الذي تزعمه حالياً اللواء مهندس فظل بور مناصر وأخيراً فصائل الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية يمضي الكاتب يقوم مشروع الحلو على ركائز فصل الدين على الدولة وتبني النهج العلماني وتفتيك ما يسميه هيمنة الثقافة العربية والإسلامية على هوية الدولة وهو أيضاً أساس التفاوض الذي بدأه مع حكومة حمدو قبل انقلاب البرهان عليها معظم القوى السياسية التي وقعت على الإعلانات السياسية مع الحلو وقعت عليها في إطار تكتيكي ومناورات تبقى لذلك استخدمتها كورقة ضغط وفي مراحل شهدت حالات من الاستقطاب السياسي بين تلك الأحزاب والحكومات التي عرضها الحلو مما أطفى عليها شبهات المناورة السياسية والتحالفات المرحلية التكتيكية أما الحلو فقد كان المستفيدة الأوحد من كل تلك الاتفاقيات رغم أنها جاءت في الإطار التكتيكي للأطراف التي وقع معها حيث وسع دائرة قبول مشروعه على الأقل في الأوساط السياسية التي توصل معها إلى تفاهمات سرية وعلنية ومضى في الخواتيم من حيث التنفيذ والفاعلية تظل اتفاقيات الحلو مع القوى السياسية مجرد تحالفات مرحلية وقروض ضغط لتحقيق أجندة مؤقتة للأحزاب الموقعة عليها بسبب الظروف السياسية المحيطة بتلك التفاهمات الثنائية ورغم ذلك فقد حققت ذات التفاهمات للحلو حالة من الترويج السياسي والدعاية لمشروعه العلماني ولن تتعدى ذلك بحزبان أن المشروع العلماني لن يجد القبول في بلد يشكل الإسلام فيه نسبة 98 بين السكان